الشكاوى الكيدية أحياناً تكون وسيلة لإجبار أحد الطرفين المتنازعين على التنازل عن حقوقه مقابل عدم تعريضه للحجز في صلح ظاهرة وفي صلح ظاهره خير وبطنه ابتزاز في التقرير التالي نعرض ما يعرف بقضية شكوى بشكوى التي تتكرر للأسف مع مئات الأردنيين وما زالت تتكرر منذ سنوات عديدة هذه الحادث نعم متكررة مش مش أول مرة المرة الأولى صار فيها صلح والمرة الثانية صار فيها صلح وهذه المرة الثالثة اللي أولاد عموا ما بيعملوا هذه الحركة الصلح سيد الأحكام إذا ما كان بإرادة الطرفين لا صلحاً سورياً يراد منه التخلص من التبعات القانونية لتصرف غير مشروع في هذه القضية التي تكررت أحداثها بالاعتداء بالضرب على الطرف الأول ثلاث مرات تنتهي كل مرة بالصلح بسبب ما يعرف بإجراء تقديم شكوى بشكوى نحبس زوجي تم حبسه لأنه الشاب اللي قدم الشكوى اللي إحنا قدمنا الشكوى رجع قدم شكوى ثاني إنه إحنا اعتدين عليه بالضرب إنه زوجي اعتد عليه بالضرب وحط عدة أسماء مش بس اسم زوجي إنه هم اعتدوا عليه بالضرب طبعاً هذا الحكي غير صحيح لأنه فيه معانا فيديو بيوضح حادثة الاعتداء من الأول للآخر وإنه كيف هم اعتدوا علينا إن رفض التكفيل إنه القاضية كانت مسممة إنه ما يطلعوا الطرفين إلا حتى يصير صلح تلات مرات تقدم طلب التكفيل تلات مرات وترفض القاضية إلا حتى يتم الصلح لا يوجد سند قانوني لما يعرف بشكوى بشكوى حق التقاضي مكفول للجميع إلا أن الخوف من الحجز وإجراءات التقاضي التي قد تطول تدفع بالكثيرين للقبول بهذه التسوية لا بد أن يكون هناك وعي قانوني من أجل أن يعرف المواطن ما له وما عليه متى يمكن أن يكون محق ومتى يمكن أن يكون مخطئ حتى لا يمكن ابتزازه أو حتى التأثير عليه من ناحية إسقاط حقه من أجل مقابلته بشكوى كيدية حتى في بعض الحالات قد يكون ضابط عامل موجود ينصح الشخص المشتكى عليه بأنه يتقدم بشكوى مقابل شكوى وبالتالي تضيع الحقوق في هذه الناحية ويشعر المواطن بأن اللجوء للقانون كان خطأ أصلا تعديل للتشريعات والتعليمات والأوامر وتطبيق القانون بصورة مثلة جميعها أمور تتطلب تعاونا من السلطتين التشريعية والقضائية لتمكين القضاء من ممارسة دوره الرئيس إشراق القرالة رؤيا